موسيقى وكانت تقابات تجارية حملت كما حمل ممثلون عن غرف الصناعة والتجارة إدارة شركة ميناء الحاويات مسؤولية الأزمة المتفاقمة في ميناء الحاويات بالعقبة التي افتعلتها قبل شهر رمضان مبارك بعد تغييرها النظام الإلكتروني ما ألحق أضرارا بالغة بالمستوردين والمصدرين وكذا بالاقتصاد الوطني وطلبت النقابات ممثلوا غرف الصناعة والتجارة خلال مؤتمر صحفي اليوم بمحاسبة إدارة شركة ميناء الحاويات لعبثها بالاقتصاد الوطني وتكبيد المستوردين والصناعيين خسائر فادحة بالإضافة إلى تعريض الأمن الغذائي للخطر كما طالبوا بإعفاء المستوردين والمصدرين من أجور التخزين خلال فترة الأزمة ومن أعطال الحاويات وعدم استفاء رسوم ازدحام مستغربين عدم تحميل مجلس الوزراء مسؤولية الأزمة لشركة ميناء الحاويات ورفض المشاركون في المؤتمر تعامل الشركة باستهتار مع المصالح العليا للوطن من خلال تعمدها خلق الأزمات بشكل مبرمج كل عام من أجل استيفاء غرامات ورسوم تأخير من جيوب الأردنيين كما أعرب عن امتعاضهم من الطريقة الاستعلائية التي تتعامل بها إدارة الشركة مع الجهات التي تمثل القطاع الخاص يرفض المشاركون المبررات التي صدرت عن الشركة والتي تضمنت درائع وهمية حول أسباب الأزمة وأهمها أن حجم البواخر وعدد الحاويات القادمة لميناء العقبة واستادر منه قد زاد بشكل كبير بسبب الأحداث في سوريا والعراق وأكد المشاركون أن شركة ميناء الحاويات قد قامت بتضليل الرأي العام والمسؤولين في الحكومة الأردنية ومجلس النواب من خلال تزويدهم بأرقام عن نسبة الإنجاز في الميناء أرقام وهمية عن نسبة الإنجاز في الميناء وتحميل المسؤولية عن التقصير لجهات حكومية مثل الجمارك والمواصفات والغذاء والدول